دكتور ايه هي استراتيجية تغير المنخلة عام 2050؟ ان يكون نسبة استخدامة للهيدروجين الاخدر اكبر نسبة من اي انتاج طاقة تانية ادي واحد نمر اتنين استخدامة للطاقة يعني اول حاجة استخدمها الهيدروجين اخدر تاني حاجة استخدمها الطاقة المتجددة يبقى لو انا استخدمت الاتنين دول يبقى الانبعثات بتاعتي اقل ما يمكن لان انا ما باستخدم الهيدروجين الاخدر العادم بتاعه زيره ايش معنى الاخدر يعني احنا معرفين انه فيه الوان للهيدروجين فيه ازرق فيه اغدر فيه اه فيه اغدر وفيه اصفر وفيه ازرق وفيه رمادي وفيه بني وفيه اسود الهيدروجين كله هيدروجين ولكن اللون او اللون بتاعه بينتب من ايه نتيجة انا باخد عنصر الهيدروجين ده من المركب بتاعه ازاي لان لما باخده منه باخده مثلا لما باخده الاخدر باخده بتحليل المية فبستخدم فيه الكهرباء اللي هي الطاقة المتجددة أو الكهرباء العادية فالطاقة اللي بتاخدها بتخلي زرة الهيدروجين الطاقة بتاعتها بتاخد طاقة نسبة معينة بتطلع الطاقة بتاعتها على مضار بيلفة حولينا الهيدروجين ده بيديني طيف معين الطيف ده بيبقى لونه أغضر لما بقى يأخذه أزرق بأخذه من الغاز الغاز بمرر بقى بيعمل شوات معاملات كيموية وبتحدى على بخار المية فبيديني هيدروجين لونه رمادي الرمادي ده مليان ساني أكسيد كربون وإحنا بنقول ليه الأغضر علشان ساني أكسيد الكربون ده أشيله ويبقى عندي هيدروجين أزرق بشيل ساني أكسيد كربون يبقى أنا حطيت في الجو هنا إيه ساني أكسيد كربون هو ده اللي مش مطلوب عشان كده إحنا بنقول دايماً الهيدروجين الأغضر الهيدروجين الأغضر لا يصطحب معاه أي ساني أكسيد الكربون بيجي من تحليل المية فقط بالكهرباء فعشان كده الهيدروجين الأخدر ويركز عليه لا يستحب معاه أي نسبة ثاني أكسيد كربون اللي احنا بنسعى أن احنا نقللها من الجو الهيدروجين الأخدر لما باستخدمه كطاقة أولاً أي نوع من الهيدروجين الطاقة بتاعته 2.8 من 10 زي أي طاقة تاني ولكن العدم بتاعه ما يمقتره تستخدم للشرب تستخدم لأي استخدام أدمي فبالتالي العدم بتاعه بيعتبر زيرو كربون لما ببص للمناخ للجو ده لا يؤثر بالعكس ده صديق للبيئة 200 في المية مش 100 في المية إنما لو نستخدم الهيدروجين الأزرق الأزرق بيطلع معه ساني أكسيد كربون تمام؟ مفهوم لكن مفهوم أكيد نسبة عالية اللي بتطلع من الهيدروجين الأزرق نسبة عالية من الكربون نسبة عالية جداً وذلك لما باجي تخلص منها بتخلص منها بطرقتين يما بخبيها تحت الأرض ودي بتسبب زلازل ومشاكل يما بحطها في المحيط ودي بيتسى في المية وفي المية بتسبب سونعمية ها بتسبب كلام زي كده فدي بتبقى مشكلة ولذلك كل العالم بيجري على الهيدروجين الأخضر الأخضر هو الأأمن يعني هو الأأمن ومصر مصنفة دولياً صحيح من وقالة الطاقة الدولية إن محور قناة السويس من المحاورة الرئيسية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ودي لها أسباب كبير جداً السباب بين رأسين المية اللي عندنا 1300 كم اللي هو السواحل وعندنا محطات الطاقة المتجددة والخبرات اللي موجودة عندنا اللي هي وصلنا بها 20% في 20 عشرة